طيب بعد الحدثة بتاعة قطر اليوب فهناك بيان عاجل اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها مساء اليوم انه في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة من مساء هذا اليوم واثناء دخول قطار خمسمية سبعة وخمسين تلت تلاف سبعة وعشرين ركاب على تلت تلاف سبعة وعشرين ركاب شبرى منوف كفر الزيات على سكة النفادي في محطة اليوب لمقابلة قطار خمسمية وخمسين تجاوز السائق السمافور المغلق واستمر بالمسير مما ادى الى دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة ونتج عن ذلك خروج الجرار والعرب الاولى عن القطبان وعلى الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكة الحديد وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث والتنصيق مع وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر اعداد الوفيات هذا وقد تلاحظ ان الاصابات حدثت لافراد كانوا متواجدين خارج العرب الاولى للقطار ويستقلون القطار بين العرب والجرار كما وجه معالي وزير النقل بتشكيل لجنة على الفور برئاسة السيد المهندس نائب رئيس مجلس الادارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف على اسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات والحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة اشتركوا في القناة